اشتركوا في القناة صاحب خطاب يدعو لحلول سياسية لمشكلات الأقطار العربية وفي الطليعة سوريا وبناء دولة ديمقراطية متطورة على قاعدة وحدة الأرض والشعب والمؤسسات ومذ سنوات رئيس المجلس الوطني للإعلام في بلد كثير الحرية ومع ذلك يكاد الإعلام المكتوب فيه يغلق أبوابه ربما لأسباب مالية أو لسبب يتصل بالسياسة أو بالحرية نفسها فيما المؤسسات المرئية والمسموعة التي تتقاصم الأثيرة تعتمد الإثارة لتكسب جمهور المشاهدين إليه نحمل الكثير من الأسئلة حول حدود الحرية والنص وساعات البث حسب مطالب النقابات الفنية التي بإمكانها أن تجد فرصا تشغيلية لأفراد من النقابات الليلة يفتحوا خواب الكلام على مصرع الصراحة الأستاذ عبدالهادي محفوظ أهلا وسهلا فيك خجلتين بهذا أستاذ عبدالهادي محفوظ أهلا وسهلا فيك المجلس الوطني للإعلام رح نحكي كثير عنه حضرتك رئيسه من سنين رح نروح أبعد من المجلس الوطني رح نروح على الجزور على الهرمل على الهرمل الحلوة اللي فيها كل شي حلو ما منا نبلش من مدرسة ولا منا نبلش من الأعضاء شو متذكر؟ ما نبلش إذا بدك من مدرسة أنا والدي المرحوم كان أستاذ مدرسة بالهرمل أيضا نعم توفى كان عمري ثلاث سنوات اللي قام بتربيتنا والفضل الكبير لألو خيل كبير لإسمه مرهيم محفوظ نعم اللي علم نحنا كنا معه يعني خمس أخوي ما تزوج إلى أن أتم الخمس أخوي دراستهم بجامعة الله شو هالعطاء؟ نعم قلتلي كنتوا مدرسة رسمية كنت أنا بالمدرسة الرسمية اللي عم بقولك كان خيهو مديرة أيضا بالفترة اللي أنا كنت فيها والفضل فعلا بدراستي للمدرسة الرسمية كما أنه الفضل إذا صح التعبير بامتلاكي للغة الفرنسية هو اللي دير رهبات فرنسي بالهرمل كان يزورنا بالبيت وكانت إحدى الرهبات تزودني بالكتب بتذكر من الكتب يعني الإشياء نحنا وأطفال كتاب مصور اسمه تانتان أوتيبت هذا بالطفولي بهذه الطفولي أنا شخصيا تأثرت بسكافي اسمه عبد الله محسن شهين الله يرحمه الآن وكان بميزه هالسكافي؟ هالسكافي كان يجمع حوله كان بسوق الهرمل بالسبيل نحنا بنسميه كان يجمع حوله الفلاحين ويحكيهن عن الاتحاد السوفيتي وقت ذاك أنه كيف أنه هناك عدالة وأنه كل إنسان عنده بيت وأنه التطبيب مجاني والتعليم وهل ما السائل هاي دي وأنه الناس بتساوي بعضها وكان شخصية آسرة إذا صحبت كان له تأثير كبير على الناس كانوا وأنا من الناس الذين تأثروا به كنت تسأل بينك وبين حالك شو يعني العدالة الاجتماعية شو يعني الطبابة بهذا العمر شو عم بيحكي هذا الظلمة؟ بالتأكيد كنت تسأل لسبب بسيط أنه كلنا نحنا أغلبية سكان الهرمل كنا فقرة يعني الدولة كانت بعيدي عنها صحيح أنه في مدرسة رسمية كان بس بالفترة هاي دي من الطفولة لم يكن هناك كهرباء لم يكن هناك صرف صحي لم يكن هناك موظفين سوى ساتست التعليم وسوى البعض منهم جند بالجيش أو بدركهم على أصابع اليد نعم فبالتأكيد كنتوا منطقة محرومة من كل شيء لا شك أنه إذا بدك كانت منطقة محرومة وبتقديري هيدا الأمر بيطرح سؤال حول ما سمي بدولة لبنان الكبير نعم أنه دولة لبنان وهيدا الأمر تعلمته من الإمام موسى لأنه الإمام موسى بفترة لاحية بس هلأ بشوف الإمام موسى الصدر لا شك أنه شيخ موسى الشرارة الله يرحمه أيضا يملك محبي وتأدير كبيرين في الهرمل كل الناس عاش مع الناس همومة ومشاكلها وأصبح جزء من النسيج الهرملي بحيث أنه أولاده الآن إقامتهم أيضا في الهرمل صحيح بس بالنسبة للإمام موسى أنه الإمام موسى كان يعتبر أنه الدولة لبنان الكبير ما هي إلا امتداد لنظام المتصرفية صحيح وبالتالي بقيت الدولة في بيروت والجبل وضمت شكليا الأطراف يعني بعلبك الهرمل وعكار تحديدا هيدولي أطراف والجنوب اللبناني إيه؟ هؤدي أطراف نعم هذه الأطراف بقيت محرومة مع الدولة بعد ذلك هلأ ولذلك إذا بدك أنه لفترة طويلة بالهرمل بقيت تقريبا عاصمة الهرمل بالنسبة للناس بالانتقال وبالشراء وبالشو اسمه والتبضع كانت حمص نعم ولم تكن بيروت صحيح كانت دائما تابعا لسوريا لأنه قريبي هذا هو السبب لا بسبب غيب الدولة أنه الشخص الوحيد الذي وصل هذه المنطقة المحرومة بالدولة هو أيضا الرئيس السابق اللواء فؤاد شهاب الله يرحمه فؤاد شهاب هو اللي وصل الأبر التوازيه هو اللي وصل للمدرسي هو اللي وصل للكهرباء هو اللي حاول أن يعني يعطي فرص لأبناء الأطراف بالوصول إلى الوظيفة عبر مجلس الخدمة المدنية نعم فبالتالي له الفضل الكبير بربط هذه الأطراف بمشروع الدولي ولكن للأسف لم يستكمل مشروع الدولي كما كان يتمنى رئيس راحل فؤاد شهاب نعم فؤاد شهاب ياريت يعني الدولة اللي رسمها بتطبق يعني هلأ كنا يعني غير شكل بالعالم العربي استاذة كنت عم تقول عن السكافي وحكيت لنا عن السكافي بس بدي أقول أنا ابن المدرسة الرسمية اللي كان حيول كبير هو المدير هل كنت يعني أخ صغير تعرف أنه خيك مدير تعرف أنه لازم تحسب حساب ولا كنت لا كنت يعني أحسب الحسابات وكان إذا بدك هو جدي في حياته وفي سلوكه وفي إدارته للمدرسة وفي البيت يعني شخصي صارمي ولكن حنوني في الآن عنده مسؤولية خمسة نعم وبالتالي كان أكيد بهموا أنه يكون خيه متقدم في المدرسة يعني ذكرتك عن الوالد هي خيك ذكرتك أنه أنا الوالد منذكره مرتين يعني الوالد بالنسبة لألك هو خيك نعم متذكره مرتين تقريبا بذكرتي نعم ما في يقول أكتر مهاري أستاذ عبدالهادي الوالدة 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 قدش شق الطريق متعب مع أخيك الوالدة إذا بدك يعني هي السهمة وسهمة كبيرة أيضا بإعالتنا الوالدة كانت حتى تشتغلت الأرض وتزرع وتعمل وكانت تشترك بإدارة طاحون كانت ترك لنا هالوالد مع شركة بالتأكيد لأنها عانت الكثير ولها الفضل الكبير إذا بدك بأنها وفرت ما يمكن تسميته تعويض عن وجود الأمر نعم يعني أنت إذا فينا أقول كنت مش محروم ولكن لم تكن مدللا تقريباً وضعي مشابه لوضع الغالبية من الناس اللي اللي مجيلكم وأبناء هيدك المنطقة بالتحديد نعم نعم أستاذ عبدالهادي نزلت على زحلة عملت سنويتك بزحلة ودار المعلمين بزحلة هي زحلة كانت الأقرب بهيد الفرص أنا أخوتي البيئين درسوا ببيروت نعم بالسنوية أنا وخي صغير بزحلة اخترنا زحلة وكانت بالنسبة لأيلي نوع من اغتراب إذا بدك وغربي لأنه المسألة ما نبس ما كانت يعني في سهولة في الانتقال مثل الآن يعني كنت بدك قيمة بزحلة وتعيش فيها كانت تنقلات صعبة وبالتالي الوضع الاقتصادي كان ضاغط بحيث أنه أيضاً ننتقل الحرمان إلى دراستنا في زحلة بس كتسبت كتير أمور من خلال زحلة وبالتالي بالفترة اللي أنا كنت فيها ما كنت تشعري أنه هناك فيه طوائفية يعني البيت الذي كنت أنا مستأجرينه كانوا أصحاب البيت يعتبرون جزء منهم وهي دي مسألة مهمة يعني أنا كنت مثلاً ارتاح إلى صوت جاس الكنيسة مر على الكنيسة يوم الأحد النقطة الثانية أنه بالفترة اللي أنا كنت موجود فيها كان فيه موجي جديد من الشباب الزحلوي اليساري نعم الذي لا ينتسب إلى أحزاب ولكن شكلوا ظاهرة ظاهرة أنت فتت معهم؟ أنا متأثر فيهم كان عمري 17 سنة من هون فتت على الحزب يعني منهم كان أسماء كثيري سهيل الأش صديق الخزائق أسماء كثيري بس فعلاً ما بتعرفوا ليش كيف نشأ هذا اليسار اللي استطاع أن يستقطب شباب كثير شو الاستقطب فيك اليسار بهذا كل وقت؟ شو المفهوم اللي أنت شفت فيه شي مختلف؟ يعني اليسار كان يدعو إلى إذا بدك بوجه الإقطاع السياسي كنا نحن محكومين من الإقطاع السياسي محكومين أنه إذا بدك بالوظيفة ما فيه إمكانية توصلي إلى وظيفة إذا ما ما الإقطاع هو اللي بده يوصلك إلى هذه الوظيفة أمور كثيرة يعني مسألة العدالي مسألة المدرسة مسألة الماء مسألة المستشفى وكل هذه اللي بقعتين هل أهلا استطعتوا أنه من خلال دخولكم أنتوا تفهموا الحياة أكتر واستطعتوا أنكم تغيروا بأشياء؟ ولا كنتوا بس صوت متمرد؟ لا شك أنه كمان الإنسان ينبغي أن يستجيب للحلم كنا نحلم بالتغيير والتغيير مسألة مطلوبة بهذا البلد ولزالت مطلوبة وفي تلك الفترة كانت أقرب إلى التحقق يعني كانت أقرب إلى الإمكانية أنك تنتجي شيء ما يعني على الأقل أنا بالفترة اللاحقة إذا بدك من بعد الدراسة في زحلة الدراسة في الجامعة ما كان في تعرفي حالك أنت إلى أي طائفة تنتمين كان في يسار ويمين كان في حركة وطنية وحركة وعي حتى أن أسمع الأحزاب حلوة يعني حركة الوعي تطالب بالوعي حلو حتى حركة الوعي كانت تمثل مبدئياً بتلك الفترة اليمين اللبناني كثير من قادة حركة الوعي انتقلوا وأصبحوا ماركسيين أو أصبحوا يسار بتنظيمات تانية وبالتالي السبب أنه كان فيه نضال مطلبي كان فيه جامعة اللبنانية لعبة دور أساسي أساسي في تحريك حتى الجامعة اليسوعية وغيرها والجامعة العربية وبالتالي كان المشترك هو الذي يحرك والمطالب المحقة أنا بتأدير الجامعة اللبنانية لها الفضل رح نحكي عن دور الجامعة اللبنية ودور الشباب متمرد بهذاك الوقت شو بيفرق عنه ولكن بعرف أنه في دار معالمين نعم دار معالمين شو جابك على المجلس الوطني؟ دار معالمين درست أنا في دار معالمين ويمكن السبب الفعلي وقته للدخول إلى دار معالمين وخيك لأنه كان الطالب الذي يدرس في دار معالمين يتقاضى راتبا شهريا مئة ليرة مظبوط وقته المئة ليرة كانت كانوا يحكوا كانت ومعدانا كانوا يقولوا للواحد أستاذ كانوا ينشاف حارة نعم عدا عن ذلك أنه أنا كنت في دار معالمين بنفس الوقت عملت بكالوريا وعملت فلسافي يعني بنفس بالسنة الثانية والثالثة كنت مباشرة مؤهل لفوت على جامعة والفضل لذار معالمين يعني مش لأحد آخر ونضلت في حركة المعلمين كنت رئيس رابطة البقاع التي تشكلت أيضا مشان مطالب رفع الرواتب وما يشبه ذلك يعني جزء من حركة مطلبية وفي تلك الفترة يعني أعترف وأقر أنه كنت أنتمي إلى الإصار اللبناني ونناضل على هذا الأساس كيف هيك نفوت شوي بمرحلة النضال نضال اليساري الشاب المتوحج كيف شاف كيف شاف هالحزب وشو كان أحلامك شو كانت بتشوف يعني شو كنت مناطن ولا هالحلم وانضمامك هل كنت أحلم للبنان ولا لنفسك لا كنا بالتأكيد بتلك الفترة إذا بدك الناس تنشد التغيير وكان اليساري ملاحق صح فبالتالي لم يكن ذلك يعني أمر بسيط وإذا بتطلع الآن على الغالبية الساحقة حتى من الذين تنتمين لهم أنت الآن شعراء نعم كانوا غالبيتهم يسار الجامعة اللبنانية خرجت عدد كبير سمية طبعا وقتها شعراء الجنوب أو شعراء مناطق تيري أو غيرهم وبعضهم طبعا وزهلهم تحيي وبالتالي ساهم ومساهم كبيري بحياء الفكر نعم لم يكن الطرح أبدا طرحا طوائفيا ولا فرديا كان جمعيا بالتأكيد وهذا شيء جميل قياسا على تلك كان النضال أجمل من هلأ؟ بالتأكيد الآن أنت وقتك كنت كنا عمقود معركة المواطني المواطني اللبناني وفكرة الدولة العادلة والقادرة والتي تحتضن الأطراف يعني فكرة الدولة الحلو أسمحي لك شغلي الآن المواطن هو مواطن في طائفة هيدي كيرسي من الكويرس صحيح المواطني في الطائفة يعني تلغي فكرة المواطني وتضع فكرة الدولة وهذا ما نحن فيه حاليا نحن حاليا للأسف نعيش في الهواجس وفي الخوف وفي ارتقاب الحروب القادمة وأحيانا في الحيمية الطوائفية يعني كأنك عم بتقول فيه إذا بدك بعض الناس عندها خطأ بمفهوم الوطن والمواطني والوطنية والانتماء لحزب والانتماء للأرض يعني يعني صار الانتماء للحزب والطائفي أهم من انتماء لوطنيتنا ولمفهوم المواطني يعني يمكن إذا من راجعت تاريخنا القريب بتأديري نحن بحاجة إلى نوع من السلم الأهلي السلم الأهلي هو الذي يقرم بين المناطق وبين الطوائف وبين الأشخاص وتجربة السبعينات اللي عم يحكيكي عنها اللي ما كنا نعرف حالنا إلى أي طائفي ينتمي هذا الشخص أو زاك وبالتالي السلم الأهلي ممكن يخدم كثيرا ولكن في التجربة اللبنانية أنه باستمرار الطبق السياسي تجدد نفسه عبر النزعات الطوائفية بتخلقين نزعات الطوائفية بيصير الشخص بده يحتمي بطائفته صحيح وبالتالي يضعف المشترك بين اللبنانيين وبالتأكيد تجديد الطوائفية ليس في خدمة الطائفية إنما في خدمة الزعامي الطوائفية صحيح للأسف أنه كانت سابقا ممكن الحروب الأهلية تبقى يعني أبعد في المسافي الآن اللبنان يعيش هاجس أنه يمكن بكرة يصير في شيء إذا لحظتي حتى في السجالات التي دارت في مجلس النواب كادت أن تنقل الفتن إلى الشارع يعني كأنك عم تقول نحن هلأ بمرحلة هدن ما منعرف أمتى بصير في حرب بالتأكيد يعني وهذا إذا بدك اللي برأيي كان صاحب رؤية عميقة فيها هو الإمام السيد موسى الصدر الإمام السيد موسى الصدر أنا ببداية الحرب الأهلية كنت مع الإمام موسى فكنت في منطقة سن الفيلة تحتها فنزلت مجموعة من الذين ينتسبون إلى الإمام موسى الصدر وأقامت حاجزا المهم عرف الإمام موسى هيدا بعد 13 نسان تصل فيه قال لي شو عم تعمل عبدالله دي ما في مصر قلت له شو عم بعمل ما أنت اللي بتقول لنا وحدة المحرومين من أرضهم والمحرومين في أرضهم قال لي هيدا الحرب ضد المحرومين من أرضهم والمحرومين في أرضهم هيدا الحرب ضد اللبنانيين هيدا الحرب رح تقدي إلى فتنة أهلية والفتنة الأهلية أشده خطرا من إسرائيل قال لي شوف وين أصابع إسرائيل ممكن تكون كيف يمكن أن تستفيد من الفتنة الأهلية بتلك الفترة وقف الإمام موسى ضد الحرب الأهلية نعم وقف أيضا ضد شعار عزل الكتائب لطرحته الحركة الوطنية التي كنت أنا أنتسب إليها انتبهت الحركة الوطنية للأسف دخلت بشعار عزل الكتائب وطرحت برنامج اسمه برنامج للتغيير وإقامة الدولي ومدشوق هو كان ضده فالإمام موسى وقف ضد عزل الكتائب لأنه يعتبر شعار عزل الكتائب يؤدي إلى عزل المسيحيين صحيح المسيحيين على حزب الكتائب هذه نقطة النقطة الثانية اعتصم لوقف الحرب الأهلية شايف هذه رؤية غير عادية رؤية استباقية بالوقت اللي كانت كل الناس متورطة وبما في اليسار اللي عم أقول لك الذي كنت أنا أنتسب إليه ما كنا شايفين هذا البعد الذي رأاه موسى الصدر انتبهت كيف طبعا لأنه كان هو يعني يشدد على فكرة الدولة وكان حركة إصلاحية في الخط الشهابي هذا يعني أنا تقديري يمكن أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى إخفاء الإمام موسى الصدر وأنه لا في أمر معين للأسف ما بتوضح هو أنه كان قد أقام جبهة المحافظة على الجنوب وكان جمع رجال الدين اللبنانيين على اختلاف طواقفهم واشتغل على تجنب تجنب تداعيات الحروب العربية العربية على الداخل اللبناني واستطاع في تلك الفترة أن يكسب موقف المملكة العربية السعودية على هالقصة وموقف سوريا وموقف الجزائر وموقف الكويت وأحدهم نصحه بالزهاب إلى ليبيا فبالتالي هذا هو سبب إخفاء الإمام موسى الصدر وقد تكون المسألة تتجاوز فكرة دولة معينة لا شك أنه ليبيا تتحمل مسؤولية ولكن أظن أنه يمكن قرار كبير كان طبعاً قرار أكبر مننا كلنا أستاذ عبدالهادي محفوظ راح نروح إحنا إياكم مشاهدين مع فاصل ومن الرأس تابعين مشاهدينا معكم ومع ضيف المميز الليلة لخوابي الكلام أستاذ عبدالهادي محفوظ أستاذ عبدالهادي كنا عم نحكي عن فكر سمحت الإمام المغيب السيد موسى الصدر طبعاً يعني فكره عايش وما أحواجنا إلا بهذا الوقت فكرة الاعتدال واللي كنت عم تحكي عنه الفكرة اللي كنت حضرتك يعني صرت لنا تاريخ تاريخ اللي احنا بحاجده نكمل شوي بفكره لسيد موسى الصدر إمام موسى كان يعتبر أولاً يعطي الأولوي للوحدة الوطنية المسألة الثانية كان يعتبر أنه حل أي خلاف ينبغي أن يتم بالحوار صحيح كان يعتبر أنه لا ينبغي الاستقواء في الطائفة أياً كانت هذه الطائفة سواء كان شعية أو سنية أو مارونية أو كاتوليكية علماً بأن الأقلية الآن وضع في تقديري صعب نعود إلى هذه الفكرة كان يعتبر أنه الأديان هي واحدة عندما تلتقي في الله ولذلك كان يشدد على الحوار المسيحي الإسلامي للوصول إلى وحدة الرؤية في معالجة المشاكل اللبناني صحيح كان الإمام موسى ينظر إلى مفهومة يعني إلى قضايا بتهم المجتمع اللبناني اللي هو العدالي اللي هو المرأة اللي هو الشباب دور الشباب اللي هو الأرياف تربية المدارس نعم كل شيء ولذلك إذا بدك أهميته أنه عندما بدأت الحرب الأهلية وهي دي مسألة لازم يشوفوها لآخرين عندما بدأت الحرب الأهلية أنت بتعرفين عنده مطالب من الدولة الإمام موسى صحيح وقف حركة مطالبه ليش لأنه في ظل الحرب الأهلية والفتن الأهلية ما فيك الطالبي بالإصلاح والتميير بالمعنى اللي كان هو عم يسعى إلوه نعم جمد 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 كل هذه المسائل عرفت كيف حتى يوقف أن تندفع الحرب نحو فتن أهلية فعلية نعم والإمام موسى بهذا المعنى كان يدعو إلى تسوية الخلافات العربية العربية أيضا بالحوار ولذلك هو صاحب رؤية فعلية ممكن أن نستفيد منها بتقديري في علامتين مضيقتين بتاريخنا اللبناني شخص اسمه الإمام السيد موسى الصادق وشخص اسمه المطران جريجوار حداد نعم المطران جريجوار حداد عم تسأليني كنت عن الهرمل صحيح المطران جريجوار حداد عمل مستوصفات في الهرمل عمل نوادي وهو ليس بمسلم حوني أهميته اشتغل على الأطراف خدم الناس كان عنده الحركة الاجتماعية الإمام موسى الصدر كان طور إذا بدك فكرة الحركة الاجتماعية إلى أيضا حركة سياسية ولكن حركة سياسية كانت كان هدفها أن تصل إلى كل المحرومين في كل الطوائف وليست حركة شيعية مثل ما بيشوفها البعض لأنه كان هو يعتبر أنه المطلوب وحدة المحرومين في الطائف الشيعي في مواجهة الإقطاع السياسي سواء في البقاع وفي الجنوب أيضا كان يعتبر أنه ما ينسحب على الطائف الشيعي ممكن أن ينسحب على باقي الطوائف بوحدة المحرومين من كل الطوائف في مواجهة الإقطاع السياسي أو أو خلينا نسميها الآن حتى تكون أقرب إلى الطبق السياسي أظن أنه يصلح يصلح الآن لمعالجة مشاكلنا نعم كان يعتبر الطائفية علة العلل يعني أخطر شيء وهذا الشيء اللي نحن عم نعيشه حاليا لأنه هذه الطوائفية عم تؤدي إلى نتيجة كما يقول أحد كبار الحكماء بيقول أنه كثرة الخلاف شقاق وكثرة الاتفاق نفاق نعم نحن هذا التوصيف الأقرب إلى مجتمعنا السياسي حاليا يعني بحاجة كأنه الأمور تدمسك العصايا من النص نعم نعم استاذ عبدالهادي محفوظي يعني واضح تأسرك بإمام المغايب السيد موسى الصدر وطبعا سرطلنا من خلاله التاريخ لنعرف هلأ قديش نحن بهيدا الواقع فيه تطابق وبحاجة لهيدا الفكر اللي أنت عم تحكي عنه لأنه أنا بالنسبة للأقلي بتسمحي ليقولك ايه تفضل فكر الإمام موسى لكل اللبنانيين لكل اللبنانيين ولكل الطوائف ولكل التنظيمات التي تريد أن تستفيد من تجربة الماضي يعني تجربة الماضي غنية لأنه عندك أنت محطة الحرب الاهلية اللي أخذ الوحيد اللي أخذ موقف ضد هذه الحرب هو موسى الصدر عكس التاريخ يعني حتى جماعتهم ما كانوا عم يفهموا هذا الأمر الآن هيدي المسائل اللي بتنفهم وقتها يمكن ما كانت تفهم ما كانت تنفهم رؤيته الأمامية لقدام نعم معنى ذلك في ضرورة كبيرة لتحكيم العقل ولتغليب المشترك بين اللبنانيين وهيدا الأمر للأسف سؤال هل أنت يعني من خلال كلامك هل أنت متفائد؟ يعني لا يبدو كذلك بالتأكيد يعني مني شايف أنه في حلول فعلية قريبة أنه مثل ما بيقول ابن خلدون بيقول العصبيات لا تبني أوطاناً نحن عايشين بظل العصبيات الآن طيب شو دور اليوم نجي للمحل الحقيقي اللي نحن اليوم جاينا عم نعمل حوارنا فيه اللي هي يعني مبنى تابع للإعلام بشكل عام اليوم شو دور نفوت شوية على الإعلام شو دور الإعلام هالسلطة الرابعة المواكبة لكل شاردي ووردي والسرعة اللي نحن وصلنا لها شو دور اليوم الإعلام عم بعزز هيدا الشيء عم بعزز النفور اللي عم نحكي عنه إذا بدك الإعلام بتقديري هو السلطة الأولى لأنه هو الذي يصنع الرأي العام ويوجهه ما فينا نقولها لأ السلطة الأولى بيزعله ما لا ما بيأثر يزعله هو السلطة الأولى لأنه بالنهاية كلهم بحاجة لأقوله لهذا الإعلام هو السلطة الأولى بالبلد وفي أي بلد آخر الآن الإعلام تأثيره وخصوصا الآن مع إعلام التواصل الاجتماعي الإعلام يعني دوره يرتبط بالوظيفة التي تعطى له إما أن تكون هذه الوظيفة وظيفة البناء أو أن تكون وظيفة الهدف أدر الإعلام على القيام بالمهمتين أنا بتقديري للأسف مش هلأ بالحرب الأهلية كان دور الإعلام عموما سلبي وفعله كان أقوى أحيانا المدافع لأنه أنت حتى تقدري تخلق طوائفية بالبلد بدك من يروج إلى هذه المسألة والإعلام هون يدوره هلأ الشريك الإعلام بالطوائف لأنه كل طائفة عندها تليفزيون هلأ هوني المشكلة إذا بدك الكبيري الآن إنه إذا كنا عم نقول ضعفة فكرة الدولة إذا بدك سابقا كنا بالحرب الأهلية نقول ننتظر عودة الدولة لحتى لأنه كان في خوف من الكنتونات أنا بتأديري الآن الخوف من الكنتونات حاليا أكثر بكثير مما كان سابقا لأنه كان سابقا الناس عند حلم أنه رجع الدولة الآن الدولة تضعف الطوائفية تشتد وتقوى ويقوى عودة وبالتالي لابد أن يكون هناك حاجة إلى إعلام لا طوائفة وخصوصا اسمحي ليولك شغلين وخصوصا أنه قد يكون هناك إيجابية معينة الآن أنه الإعلام الطوائفي يكاد يصل إلى طريق مسدود بأي معنى أنت عندك بكل طائفي الآن أكثر من مؤسسة مرئية صح أو لا صحيح سابقا كانت المؤسسة تحتاج إلى شحن الطوائفي حتى تأخذ إعلان وتكسب جمهور الطائفي التي تنتسب إليها الآن عند الموارنة في أربع مؤسسات عند الشيعة في على الأقل مؤسستين رسميات يعني فعليات ومؤسسات أخرى تشتغل بهذا الخط عند السنة أيضا هناك أكثر من مؤسسة لذلك أعتبر أنه الآن البد يصمد بهذه المؤسسات ينبغي أن يتبنى خطاباً وطنياً وخطاباً معتدلاً وأن يعتبر أنه جمهور الفعلي لألو ينبغي أن يكون كل لبنان ولذلك أعتقد أنه الحاجة أصبحت أكبر إلى التلفزيون العام إلى التلفزيون الدولي للأسف الدولي تهمل هذه المؤسسة ولا تعطيها حقاً لماذا برأيك؟ بفترة من الفترات التلفزيون اللبنان كان بدون ينبيع لصالح كامل بمليون ونص دولار الإعلام الوطني الإعلام الدولي يفترض أن يخاطب كل المواطنين ينبغي أن يصرف عليه مثل ما يصرف على الخبز والماء وخصوصاً في زل الإعلام الطوائفي الحالي لازم تكون المدرسة الفعلية هو إعلام عام وطني يتوجه إلى فكرة مواطني يتوجه إلى اعتبار كل اللبنانيين ويخاطبهم حيث يكونون ويكون خطابه معتدل ويدعو إلى التهدئة هذا هو المطلوب أستاذ عبدالهادي بهاي الطريقة المكفي فيها الإعلام إذا بدك المرء الإعلام بشكل عام بهاي الطريقة اللي إحنا عايشينا هل يمكن أن يعني بكفي؟ بكفي؟ أو أنت بيسقط؟ نعم أنا بتقديري خليني أقولك شغلي الإعلام بلبنان تاريخياً فترة ازدهاره كانت مرتبطة بدور لبنان دور لبنان كان جسر بين الداخل العربي وبين الغرب دور لبنان كان مرتبط يعني بفكرة الحرية الإعلامية الحرية المسؤولية كانت النهار تبيع 80 ألف عدد في لبنان وكانت تملك تأثير كبير في الداخل العربي السفير كذلك تبهت هيدي بمرحلة الإزدهار ولكن عندما تحول إعلامنا إلى إعلام زواريب وأحياء وطواقف سقط الآن الإعلام المكتوب أولاً عم بيسكر شبه ميت إذا ما قلنا ميت النهار كانت تبيع 80 ألف نسخة قدش بتبيع؟ إذا بتبيع 4 ألف نسخة بيكون العمل عظيم عرفت كيف؟ إعلام المكتوب قلنا يتجه إلى الموت ويستحضر للأسف واد والدولة غائبة عنه الإعلام المرئي الآن أيضاً يتجه إلى الموت رغم كل الضجيج الذي يصار حوله لأنه شو السبب؟ أولاً لأنه مثل ما قلنا مثل الإعلام المكتوب نكفع على الأحياء والزواريب والطواقف فخسر دوره العربي ما في خطة عادة عن ذلك أنه الدول الخليج اخترعت مئات المؤسسات المرئي والمسموعة وأدركت أهمية الإعلام ولذلك لم يعد من مصلحتها أن تضخ المال السياسي لعننا ببلدنا وللأسف أصحاب المؤسسات كمان ينبغي أن يكون هناك جرأ يقال هذا الكلام الكثير منهم اغتنى من وراء الدعم الخارجي وقت اللي عندما يتوقف هذا الدعم الخارجي بيوقفوا مؤسساتهم ليحتفظوا بالمال لقلهم نعم ويتركون الصحفيين ما أحد ينتبه لقلهم عندك مئات الصحفيين الآن لحرام دفعوا سمن هذه المسألة لا الدولة عم تهتم فيهم ولا أحد عم يهتم فيهم تبهت عليك وغالبيتهم بدون ضمان حاليا العاملين فمستقبل إعلامنا مستقبل أسود إذا لم تمتلك الدولة رؤية إعلامية اليوم شو ظهر يعني المجلس الوطني للإعلام إذا بدك فينا نقول بترتيب هالفوضى اللي حضرتك واللي كلنا شاهدين إن كان مؤسسات المرء أو المسموع حتى بالإلكترونية يعني هذه التصورة الجديدة ضيعت الشنكاش بين الناس المجلس الوطني الإعلام وفقا للأنون 382 على 94 والذي هو الآن يعني يعاد النظر فيه بمجلس النواب باللجنة البرلمانية الإعلامية 64 عم تشتغلوا عليه اسمحي لقولك شيء خلصتوا اللجنة البرلمانية الإعلامية وحيل على لجنة الإدارة والعدل وفقا للأنون 382 دور المجلس الوطني الإعلام دور استشاري دور أنه يرفع توصيات إلى الحكومة ولكن حتى يؤخذ بهذه التوصيات يفترض أن يكون هناك فعلا دولي وأن يكون هناك حكومة واحدة مثل ما شاهدنا طيلة الفترة السابقة الحكومي حكومات تبهت كيف وبالتالي لم يكن هناك قرار سياسي واحد ولذلك كانت تمتلك المؤسسات الإعلامية الطوائفية حماية طوائفية وسياسية وعندما يحاول المجلس الوطن الإعلام أن ينتقد مؤسسي أو يأخذ موقف من مؤسسي هذا المجلس منحاز هذا المجلس مدري شو أنا شخصيا والمجلس الوطني الإعلام أنا أعتبر أن أحد ثروات لبنان هو الحرية الإعلامية أنا مع الحرية الإعلامية لكن الحرية الإعلامية بدأ تطبق في إطار القوانين طبعا أما عندما لا تطبق في إطار القوانين فهي نوع من التجاوزات وهي نوع من الفوضى وهي نوع من الإساءة للقانون أنا بتأديري الإعلام الناجح الآن حتى إذا مؤسسي بدأ تنجح يفترض أن تعتمد أولا الموضوعية ثانيا المعلومة الصحيحة ثالثا المعلومة التي تستند إلى مصدر موثوق أنت بتطلع الآن على نشرات الأخبار كل مؤسسة تلفزيونية تعطي نشرة الأخبار بطريقة معينة مقدمية الأخبار بحيث أنه الحقيقة بتضيع ما هذا المواطن أنه حق في الوصول إلى المعلومة الصحيحة ما حدا عم يوصل إلى المعلومة الصحيحة والسبب أنه بسبب التطييف التطييف يمنع الرؤية الطوائفية تمنعك أنك تشوف الحقيقة كيف يمكن أن نعالج هذا الواقع الإعلام رعابة شو دورة؟ اسمحي الرقابة ما نحن دورنا رقابة نعم طيب هذه الرقابة نحن بنرفع فيها التقرير متبهتي على كيف يؤخذ بهذه التقارير أو لا يؤخذ ما بدي أقول أنا متبهتي كيف لأنه هذا الدور استشاري بالأنون جديد الأمر مختلف صلاحيات المجلس صلاحيات تقريرية ليست استشارية أي تحرير المجلس من الاستنساب السياسي ما بيعود فيه إمكانية لاستنساب السياسي سمحي إذا فعلا طبقوا الأنون أكيد بنعنوا صلى خليني أقولك شغلي بسيطة يمكن نحن من مصادر مختلف يجينا حتى سياسي وفكري ومشابه زلك لكن بالنهاية وقت الانت بدك تطبق الأنون بدك تطبقه صحيح يعني نحن ما حد رتيح لقلنا بالطواقف أحيانا مش بالطواقف بالانقسامة القائمة ولكن تستغرب أنت بالنقاش لمشروع القانون الجديد باللجنة البرنامانية الإعلامية ميني أزاروا 14 أزارت نينهم اتفقوا على أعطاء المجلس الوطني صلاحيات تقريرية والسبب أنه شايفوا البلد وين عم يصير هلأ المشكلة الكبيرة بالسياسيين أنه السياسي هادي بالتجربة اللي نحن ما رأنا فيها بيقوله للمجلس الوطني الأعلام بدك تطبق الأنون وقت اللي بياخد المجلس الوطني الأعلام تدبير معين بحق مؤسسي هذا السياسي نفسه يخرج كالبطل بين مزدوجين ليدافع عن المؤسسي وبيقول أنه هذا قام على الحريات الإعلامية هادي تجربة مريرة طبعا وحتى تشوفي وين وقت لقلتلك سلطة أولى حتى تعرفي قديش الإعلام أقول له تأثير الآن يمكن أنا اللي عم بقولك اللي شايفه أنه المشاكل اللي عم بيعاني منها قطاع الإعلام ممكن تكون مفيدة ببعض جوانبها لتوجه نحو إعلام لا طوايف لكن القطاع الإعلامي المرئي بحاجة برأيي إلى معالجة أولا عندك كثرة المؤسسات يفترض معالجة وضع المؤسسات المتعصرة بالدمج بين المؤسسات المتعصرة أنت مع الدمج؟ أكيد نعم النقطة الثانية أنه تخفيف الأعباء المالية عن هذه المؤسسات وتدخل السياسي كمان بالتأكيد بالتأكيد هذا أمر طبيعي المسألة الثالثة أنه وجه لبنان هو الإعلام مثل ما الدولة تحمل مصارفها وهي دولة المصارف شئنا ما بينها طبعا ومثل ما عملت ببعض الأحيان شيء اسمه نظام التكافل أعطت قروض للمؤسسات أنا برأيي على المصرف المركزي أن يعطي لهذه المؤسسات نوع من قروض ميسرة وهذا يخدم فكرة المصارف ليش؟ لأن صورة لبنان ترتبط بوظيفته وأحد الوظائف الأساسية للبنان هو هذه الوظيفة الإعلامية إذا أجهزنا على هذه الوظيفة الإعلامية نحن انتهينا كوني أكيدي أن هذا الأمر سوف يلحق ضرر كبير بالمصارف رغم أن كل الدولة تشتغل عند المصارف يعني أستاذ عبدالهدي مواضيع كلها فات ببعضها وبالآخر الشيء بتصب قديش أهمية أنه يعني إعلامنا يكون بالوجه الصحيح نحن نكمل نحن وياك مشاهدينا ولكن بعض الفرق عودة مشاهدينا نكمل ما تبقى من حلقتنا مع أستاذ عبدالهدي محفوظ أستاذ عبدالهدي ما شاء الله عليك يعني السؤال وجواب وراء بعضهم بس في كتير موضوع يعني خلصا من موضوع المصارف وأهمية أنه يعني يعني يدعم وهذا القطع ولكن الشيء الثاني علق وزارة الإعلام وكان في حكة من قبل وزير السابق أستاذ ملحم رياشي أنه بإلغاء مثلا وزارة الإعلام وضمة لمجلس الوطني أو فكرة من هذا الوزير شفنا من هذيك اليوم حكى أنه مع هاي الفكرة فهيك خبرنا توضيح هل ممكن هيدا المشروع ويصير وشو إيجابياته للأماني نحن في المجلس الوطني الإعلام لم يعرض علينا أحد مشروعه كيف يريد أن يلغي وزارة الإعلام الوزير السابق صديق من الحمرياشي شخص أتى من أصول صحفية هو صحافي طبعا وشخص كان ينبغي أن ينصف ديمقراطي فعلي وحقيقي كان بكل شير دوار دي يستشير المجلس الوطني الإعلام وهيدي للأماني نشأ تعاون حقيقي بيننا وبينه رغم أنه الناس لبعض اعتبر أنه ممكن هدا يكون قوات لبنانية أو يعني له موقف لم نلمس منه أي جانب طوائفي أو أي جانب يعبر فيه فعلا عن انحيازه إلى خط سياسي محدد بالإعلام كان يشتغل وفقا لما يقتضيه القانون على الأقل بالعلاقة مع المجلس الوطني الإعلام كان مقتنع بضرورة أنه تحويل وزارة الإعلام إلى وزارة حوار وتواصل لا شك أنه الإعلام هو حوار وتواصل أيضا المسألة الثانية أنه البعض يأخذ بما هو عليه الواقع في الدول الغربي المتمدنة أنه لم يعد هناك وزارات إعلام في ما يسمى المجلس الأعلى للإعلام مثل بفرنسا أو بغيره أو بدول أخرى متطورة نعم بلبنان أنا يعني شخصيا أشك كثيرا بأن تلجأ الطبق السياسي إلى إلغاء بشارة الحال ما بعرف أنه إلغاء أنت تشك بإلغاء أنا عم بقولك أنه وين الوزير الحالي يكاد يحمل نفس الأفكار اللي كان يطرحها الرياشي مع شيء قد يكون من التطوير أحيانا من وجهة نظره الخاصة للأمور أنا لم ألتقي به إلى الآن فقط هنأت وسوف ألتقي به قريبا ولكن تحدث أيضا عن إلغاء وزارة الإعلام وتكلم بإيجابية عن المجلس الوطني الإعلام يعني عن إمكانية تفعيل المجلس الوطني الإعلام أو تشكيل مجلس جديد مجلس أعلى سابقا من الإعلام المريء والمسموع بحيث أنه بعض منه عرفين شو هي الخيارات الفعلية الممكن أن ترسوا عليها السياسة الدولة دولة الحالية أفكاره إيجابية وتحديدا نحو تلفزيون لبنان نعم هذا السؤال نحن مربع الفرس نعم ولذلك أرتقب منه خطوات شجاعة في أكثر من مجال ويبدو أنه رجل جدي حمله مسؤولي أنا يعني بعرفه معرفي شكلي نيننا ننتسب إلى البقاع وهذا يمكن قاسم مشترك مهم جدا إنما للأماني لم يجري بينه بين معالي الوزير وبين أي حوار أو نقاش حول الواقع الإعلامي سوف يحصل مثل هذا النقاش وأنا بقول له وجهة نظرنا الفعلية أنا قم بتقول هلأ ما في شي لواضح لا تجري تلفزيون لبنان ولا في صورة نهائية لا في أفكار سمحي لقولك أنا عم بقول لك سمعت شو حكيه في أفكار إيجابية نحو تلفزيون لبنان وأنا أعتبر أنه يعني إذا فيه أنصح معالي الوزير ويمكن هو منو بحاجة لهذه النصيحة أن نقف جميعا إلى جانب تلفزيون الدولي تلفزيون العام وخصوصا أننا نحتاج في هذا البلد إلى خطاب معتدل إلى خطاب خارج الطواف على الأقل هذه المؤسسة يمكن أن تنقل هذا الخطاب ويمكن أن تنقل عدوى هذا الخطاب إلى بيق المحسسات بها المعنى بها المعنى يعني أنا أشجع معالي الوزير يعني اليوم إيجابية أنا بحاجة لتشجيعي بس وأتعاون نتعاون معه في المجلس الوطني الإعلام في مثل هذه الخطاب وخصوصا أنه هو شايف أنه هناك إشكالية في الإعلام الإلكتروني وأنا أشاركه في هذا المعنى لأن الإعلام الإلكتروني الآن سرع شوائش بغلبيته صير مناطقي وأحيانا عائلي وأحيانا شخصي ويفتقر إلى المعلومة الصحيحة وبالتالي البعض منه يروج إشعاعات كما أنه هناك بعض المؤسسات جيدة جدا ما ألي حق أن أسمي من هي هذه المؤسسات ولذلك الإعلام الإلكتروني كونه هو الإعلام المستقبلي يفترض أن ترعاه الدولي بالمعنى الإيجابي وبالتالي لابد من صدور القانون الجديد وأن لا يترك هذا الإعلام بمعالجة مشاكله للمؤسسات الأمنية كرمال هك أنت طلبت بيكون في علم وخبر لكل مؤسس لذلك نحن عملنا علم وخبر لنحمي أولا الإعلام الإعلام الذي لا ينتسب إلى أحزاب الدولي صحيح هي حقيقة لأنه بالتجربة السابقة عندما أعطي التراخيص للمؤسسات المرئية تم اعتماد نظام المحاصصة الطوائفية أنا بهمني يكون في إعلام حر وإعلام أيضا يكون ناجح للأحزاب ولكن إعلام ناجح أيضا للأشخاص للأفراد والجهات التي لا تنتسب إلى أحزاب شو دور النقابات اليوم خاصة بالإعلام والمرئة والمسموع وكل هالأشياء بتأديري وقت اللي يعني خلينا نكون وعيين إذا لحظنا أنه عندما تضعف فكرة الدولة تضعف حتى النقابات النقابات ما النقابات أصبحت أيضا جزء من هذا النسيج الطوائفي وبالتالي الآن يمكن بكرة في تحرك لنقابة المصورين على صعيد إعلامي هو دي عمي عانوة لاحظت علي كيف فيه كتير صحفيين الآن ما تركين بلا مع عشاء سابقة بدون متابعة هلأ فيه عنصر إيجابي مع نقيب المحررين الجديد للأمانة بشوف أنا أنه عم بيحاول على الأقل يتكلم في مشاكل هؤلاء ويسعى إلى حل هذه المشاكل لاحظت علي كيف المسألة الثانية أنا بتأديري مناسبة لينقال كلام أنه لابد من ترتيب العلاقة بين القضاء والإعلام نعم هذا السؤال اللي كنت أنا جاي علي يعني كيف بتشوف العلاقة بين القضاء والإعلام وحتى الإحالات القضائية اللي كانت من نعم بالفترة السابعة قبل فترة تكلم رئيس مجلس القضاء الأعلى كلام إيجابي عن ضرورة يعني إجراء نوع من حوار بين القضاء وبين الإعلام وبالتالي برأيي لابد من أنه كل القضايا تحال إذا في قضايا تحال أمام محكمة المطبوعات وأن يكون لك وقف نهائي لمسألة التوقيف الأحتياطي يعني عم تنامس في تعاون نعم أنه عمل رئيس المجلس القضاء على الأعلى إشارات إيجابية هذه الإشارات الإيجابية ينبغي أن تندرج في إطار حماية الحرية الإعلامية أنا بكرر أنا مع الحريات الإعلامية الحريات الإعلامية مثل ما قلنا التي تستند إلى المعلومة الصحيحة والدقيقة وبالتالي أن لا تكون يعني بمعنى متطرفة أو أنها تدعو إلى العنف في المجتمع ومشي بأس لك أحياناً كتيري أنت بيكون عندك سباق صحفي أنا برأيي المصلحة الوطنية تقضي بوقف هذا السباق الصحفي إذا بده يؤدي إلى نتيجة ضرة في المجتمع أخيراً وليس آخراً أنا نختم هل برأيك أنه مفهوم الحرية فيه لغة تحاوله كرميل هيك الناس فهمت أنه نحن عندنا حرية يعني راح تصوب التفلط أنا يعني جواباً على هذا السؤال بقول لا للتفلط الإعلامي ولا للتفلط الإعلامي وتصحيح مفهوم الحرية والتحرر مفهوم الحرية الإعلامية عندما تستند إلى المعلومة الصحيحة والدقيقة والموضوعية والتي لا تؤدي إلى نوع من القدح والزم والإساءة بالآخر أو أن مثلاً تعتمد فكرة الإشاعة أو ما شبه زيلي نعم أستاذ عبدالهادي محفوظ أهلاً وسهلاً فيك رئيس المجلس الوطني للإعلام شو بحب تختم؟ أنا بشكرك وبشكر الفريق اللي معك وبتمنى أنه كلنا نعود إلى الحلم بدولي كما نتمنىها شكراً كتير لألك وحلم أيضاً بعودة تليفزيون لبنان إلى الشاشات إلى الواجهة شكراً للمشاهدين وإن شاء الله بنلتقى الأسبوع الجاي مع ضيف شديد إلى اللقاء شكراً للمشاهدين وإن 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 شكراً للمشاهدين وإن